رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده عقب انتهاء اجتماع الحكومة الاسبوعي قال ان مجلس الوزراء بالامس استعرض العديد من الموضوعات المهمة وكان ابرزها توجيهات فخامة السيد الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطي وتوصيات الحوار الوطني في هذا الشأن ده شيء شديد الاهمية في اطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطن كمان الدكتور مدبولي قال ان تم التوافق من الحكومة على سرعة انجاز توجيهات السيد الرئيس وانهاء قانون الاجراءات الجنائية واعداد التعديلات اللازمة لتحقيق الهدف ده وسرعة ارسالها لمجلس النواب خلينا نتابع ونشوف رئيس الوزراء الايه الحقيقة مجلس الوزراء استعرض العديد من الموضوعات المهمة جدا ولكن اسمحوا لي يمكن ابدأ بالنهاردة المجلس الحقيقة استعرض توجيهات فخامة الرئيس في موضوع الحبس الاحتياطي وده شيء كان شديد الاهمية في اطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني فالحقيقة يمكن احنا توجيه سياد الرئيس بان احنا كل التوصيات اللي وردت من مجلس امناء الحوار الوطني بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة الحقيقة يعني النهاردة نقشنا هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة انهاء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بحيث يبقى جاهز فورا بالتنصيق مع التوصيات اللي تمت من خلال مجلس امناء الحوار الوطني ان احنا يتم اعداد التعديلات اللازمة في تحقيق هذا الهدف المهم جدا وسرعة ارسالها ان شاء الله لمجلس النواب بحيث تكون من اوائل الموضوعات اللي يتم ان شاء الله منقشتها داخل مجلس النواب فورا بدء الفصل التشريعي واعتقد هذه الخطوة هي خطوة شديدة الاهمية في اطار زي ما قلت لحضراتكم يعني ايمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الانسان وتفعيل الاستراتيجية للدولة المصرية حريصة كل الحرص انها تفعلها في خلال الفترة القادمة الخاصة بحقوق الانسان